بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشهر في المرسلين سيدنا محمد علي أهل وصحبه وسلم معنا خلطي يا جماعة صينعا في مصر هنجربه كده ونشوفه مش عايز يشتغل مش عايز يدي حاجة زي ما احنا شايفين كده بندور على الأمان بتاعه أو مفتاح الأمان وبدوس عليه برضو ما بيشتغلش قلت يمكن مفتاح الأمان هو اللي فاصله ما بيشتغلش نفتحه بقى ونشوف فيه ايه وهو يا جماعة المصنع المصري للصناعات 350 واط وليه أربع مفاتيح زي ما احنا شايفين كده أربع مصامير يا جماعة ونفوق المصامير بتاعته اهو المصنع ولا المصنع المصري للصناعات اهو اي ار اي 350 واط 250 فولت اللي 240 فولت نفتحه كده يا جماعة طلع المطور بتاعه بايز المطور زي ما احنا شايفين كده هنغيره جبنا واحد جديد وهقول لكم على الحاجة اللي حصلت خطأ والحمد لله تدركتها زي ما احنا شايفين كده اهو الملفات متفحمة محروقة اهو واد الطرفين بتوع السرعات سرعتين احمر وزرق والاسود ارضي اما جي تركيب جديد يا جماعة بنفس الشكل ونفس التركيب كده جي تركيبه مركبش طلع الفتحات اللي هي بتاعت التثبيت بتاعته يا جماعة مش جاي على الفتحات اللي موجودة في العلبة البلاستيك يا باعمل ايه طبعا الوش ده والوش ده مش زي بعض رغم ان المطور شبه بعض لكن في ترحيل للخروم دي كعان بعضها فقلت لا انا احلها بقى واخد الوش ده وحطه هنا اخد الوش الوش القديم واركبه في الوش الجديد ونشوف كده هتنفع العملية دي ولا لا نفك الوش كده يا جماعة والحمد لله ان الوش ده البنات بتاعت البوبينة من تحت بعكس بعض الايه المواتين التانية فسهل خروجه مش هعمل له مشكلة بقى من خروجه عند يعني الفحمة هتطلع لو كانت فوق هنطلع الفحمة كمان معانا او الشربون فالحمد لله كانت اسهل خرجنا الوش هو يا جماعة اهو القديم هناخد الوش القديم ده اهو كده طبعا هنحاول ايه لو في حاجة كده نشيلها يعني اتريبه بوايه اكله اي حاجة المهم عشان ايه ما يزنوش الاكس بتاع المطور اللي هو اللي خارج منه ده اهو كده ونخلع التاني الوش التاني يا جماعة برضو بالمصمرين والمصمر ده يا جماعة هو اللي مسك المطور كله في بعضه الوش الفقاني والوش التحتاني اللي فيها الشربون فشوف انا ماسك المطور ماسك الجزئين مع بعض الوشين مع بعض بالاستيطر اهو عشان ما يتفكش مني والفحمات تخرج من مكانها ويعمل لي مشكلة فخدت فكيت كده المصمرين دول اهو يا جماعة وشيلت الوش الحمد لله زي ما قلت اللامات بتحت البوبينة من تحت طبعا كانت في وردة حطتها مكانها وجبت القديم حطيت زي ما هنشوف دلوقتي شوية جاز شوية زيت زيت موتير برضو عشان يعمله سيولة في الحركة ويقلل من الاحتكاك البوبينة او الاكسي ده مع الجل بديك فما يسخنش اهو كده يا جماعة ونجيب المصامير بتاعته وركبنا الوش ونربط المصامير جامد وفي حاجة هقولها لكم اما جيت اربط كده يا جماعة لقيت الوش ده قارس على ايه قارس على البوبينة التحت فطبعا عشان احليها يعني احليها سهلة كده حطيت وردة تحت المصمر ده بين الجسم بستيتر وبين الوش ده وكتر عشان يعلي الوش ده سنة فما يحصلش ضغط على البوبينة وتلف بسهولة زي ما هنشوف دلوقتي يا جماعة هنلاقي حركة الاكس تقيلة اهي نمسك كده بص فيه تقل يا جماعة طبعا لو انا فكيت المفتاح طبعا انا حاولت اليينها شوية او اريح بص فيه تقل يا جماعة فانا حطيت تحت المصمر ده وردتين واحدة هنا وواحدة هنا تحت عند التقاء الستيتر جسم الحديد مع الوش الفقاني ده فرفع الوش الفق سوية فسهل العملية وبقى مية مية طبعا انا بحاول ايه اريح المطور ما تريحش وعملت العملية وردتلك ده بس مش باينة في الفيديو اهو جماعة كده الحمد لله لف بسهولة عشان ما اعملش مسكيلة ده ممكن يتحرق له اللبوبينة دي مزنوقة نخلي بان من الحكاية دي يا جماعة لازم اجرب كده بايدي واشوف الاكسي ده فيه ليونة بيلف بسهولة ولا فيه صعوبة وإلا ما توصله الكهرباء هيتزن دولك الطرفين بتوع السرعات يا جماعة وده الطرف الارض ده يتوصل مباشرة للكهرباء اللي سود ده والطرفين التانيين او الطرف الكهرباء التاني هيوصل للمفتاح وهو بقى اللي هيوزع الايه السرعات للطرفين اللي زرق ولا احمر جيت بقى ركب كده يا جماعة هيركب لان الوش ده بتاعه بيركب على نفس الفتحتين اللي في العلبة دي اهو كده ونربط الاربع مصامير ده تحت المطور لعشان تثبيت المطور في العلبة دي والركب التاني السامبوكسة ده كده في هيئة سامبوكسة يعني عكسة بعض يعني سامبوكسة كده هاو كده يا جماعة طبعا نركب في هكده ايمشي المصمار ونتأكد مربط المصمار عشان ما يبقاش الاكس يا جماعة ماي الشمال او يمين يعمل لنا قلق لازم نربط المصمير كويس الحمد لله جماعة ربطنا المصمير والاكس متوسطا ومية مية نركب بقى الاسلاك بتاعته ونلاحظ الاسلاك اللي بتسيل عليها كتير هاو يا جماعة نجيب الطرفين ده ارضي لسه ده جماعة ارضي يتوصل للكهربا مباشرة للايه سلك المتين وعشرين او كابل الكهربا دولك على اليمين اللي احمر ولا زرق دولك بتوع السرعات السرعة اقل وسرعة اشد طبعا هنوصلهم بمفتاح السرعات لان مفتاح السرعات اهو خارج منه برضو طرفين احمر وازرق ادي طرف اهو هنوصله لا زرق بلا زرق والاحمر بلا احمر هنعر السلك كده يا جماعة ونوصلهم ببعض وبعد كده نغطيهم عشان ما يعملوش ايه اي كهربا الجسم المتور طرف اللاحمر بلا احمر اللي هو الطرف التاني على مفتاح السرعات سرعته مش سرعته ونوصله برضو بالطرف دوك والمتور يا جماعة والمفتاح ده بتاع السرعات بيوصل للطرف التاني من الكهرباء وهو بقى اللي يوزع ايه يوزع الكهرباء او للسرعات دي يدل السرعة الاقل او السرعة الاكثر زي ما احنا بنختار الاكبر ونغطي نفس الحكاية جماعة السلك اهه كده احنا وصلنا السرعتين لجسم المتور اللي هم الطرفين لا احمر والازرق لانه المتور عبارة عن ثلاث اطراف يا جماعة دين سرعات واحدة ارضي الارض طبعا بتشتغل مع الاتنين ودي سابتة بيوصل لها الكهرباء على طول بعد كده يا جماعة هنجيب الكابل الكابل اللي هو العمومي اللي هو الـ 220 وقادي الطرفين بتوعه يا جماعة طرف للمتور وطرف للمفتاح اهو كده طرف راح للمتور ده الارض زي ما قلنا والطرف التاني للمفتاح اللي هو لونه ازرق وكده تكون وصلت الدايرة واكتملت الدايرة او وصلت له كهرباء اه ده جماعة السلك بتاعه سلك زي ما احنا شايفين جايلي مقطوع زي ما احنا شايفين بالطريقة دي عملت له عقدة عشان ما يتسلتش من العلبة او ما ما يتطيعش ويسحب الاسلاك من الداخل اهو يا جماعة كده ونعري السلك عرينا السلك كده ونوصل بقى مش هتفرق الكهرباء الايسي يا جماعة مش هتفرق دي هنا ودي هنا او دي هنا هنا زي هنا على طول اهو كده ونوصل ده للطرف المفتاح او مفتاح السرعات اللي بقى على الوجهة بتاعت اه بتاعت الخلاط بعد كده زي ما احنا شايفين كده نعمل نعزل برضو لازم نخل نعزل جميع الاسلاك الداخلية اولا عشان هي ما تلمس في بعض وما تلمس في جسم المطور اهو كده والتاني برضو نفس الحكاية نغطي جسم نغطي السلك العريان بتاعه طبعا دي ابسط طريقة اللي هي الايه المتوفرة والارخص والناس كلها عارفاها لو عندك شيرينك اللي هو عبارة عن مكارونا كده وبنحطها وبنسياحة ماشي بس ده المتوفر لنا في كل الحتة يعني اكتر من الايه التاني اشح شوي ده موجود يعني في المحلات حتى اللي جنب بيوتنا محلات الكهربا ونجيبها دي يا جماعة الفلانشة دي دي هتحطي من فوق طبعا انا بركبها قبل ما اقفل عشان عايز امسي الجسم المطور مايلفش معايا الاكس اهو كده يا جماعة بتوربوت شمال طبعا زي ما احنا عارفين في بتوربوت يمين وفي بتوربوت شمال طبعا نبقى عارفين احنا هلازم نعرف المطور بتاعنا عشان نجيب له الفلانشة المناسبة بيلف يمين ولا شمال وإلا وهو اسناء تشغيله هيتفك ومش هيحرك الشافشة كده خلاص نجيب بقى جماعة الغطة ونجرب كده ونشوف لا لا نولا دي برضا فيه بروزة هو يا جماعة اهو باين على هنا يتحط على دي بعد ما نحط العقدة دي ونتأكد ان اماكن الاواعد فوق اماكن تحت اماكن التثبيت المصامير ونربط بقى كده ونشوف وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ها جماعة اشتغل شكرا والسلام عليكم شكرا